الليالي العاشرة مولانا وفضلها وكرمتها وسوابها وخرها ورزقها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في كتابه الكريم والفجر وليالي عشر قال حبر الأمة وترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنها العشر الأول من شهر زر حج والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله القائل ما العمل الصالح في أيام أحب إلى الله تعالى من هذا العشر الحديث ورضي الله تبارك وتعالى عن آل بيت النبي وأصحابه وأزواقه وخلفائه الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن وعن أولياء الله الصالحين والعلماء الربانيين وبعد فبادئ زي بدء من باب إثراء هذا البرنامج الواعد بحضور الإعلامي الراسخ النائب الأستاذ يوسف الحسيني حفظه الله ربنا يكرم أكرمه لأنا كان أو كانوا يعظمون ثلاث عشرات العشر الأخير من رمضان فيه ليلة القدر وعيد الفطر والعشر الأول من زل حج فيه يوم عرف خير يوم طلعت عليه الشمس ما رؤي الشيطان أغيظ ولا أذل ولا أحقر في يوم من يوم عرف يدعو بالهلاك على نفسه ويحثو التراب على رأسه والعشر الأول من المحرم فيه يوم تاسعاء ويوم عاشراء قال أهل العلم عن الفيض والفضل الذي نحياه الآن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لنا بمثابة الفتح المبين في الدنيا والآخرة عندنا ليال عشر فيها فضاء العشر ليال عشر فيها فضاء العشر وهي نعم أحسنت الفضيلة الأولى أن الله تعالى أقسم بها في كتابه الكريم والفجر وليال عشر والفضيلة الثانية أن الله تعالى سمى هذا العشر بالأيام المعلومات فقال جل شأنه ويذكر اسم الله في أيام معلومات وأيضا قال هذا التفسير حبر الأمة وترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الفضيلة الثالثة أن النبي محمدا صلى الله عليه وآله شهد له ومعلوم أن من مهمات النبو والخاتمة كما في صورة الأحزاب يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فمن ضمن الشهادات بالنسبة للدنيا طبعا رسوله السلام بيشهد ويشهد لا إله إلا الله وأيضا من ضمن الشهادات في الدنيا شهد لهذا العشر بالإيه بالأفضلية طبعا دي شهادة حق وصدق من النبي محمد الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله وسلم وضارك عليه الفضيلة الرابعة أن النبي صلى الله وسلم حض الأمة على أعمال الخير فيه الحديث الذي قلنا منذ دقائق ما العمل الصالح أحب إلى الله تعالى من هذا العشر قال ولا الجهاد يعني جهاد المشروع قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء أما الفضيلة الخامسة أن الشارع الحكيم حض على كسرة الأدعية وعلى الذكر فيه يعني معلوم أن من القربات والطاعات في هذا العشر كسرة الدعاء لأن الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مخ العبادة وكذلك الذكر يكفي أن الله تعالى وصف ذكره سبحانه وتعالى ولذكر الله أكبر ننتقل إلى الفضيلة السادس هنجد أن فيه يوم التروية يوم الثامن منزل حجة وللعلماء في تفسير التروية عدة مناح منها قالوا أن سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام لما جاءه الملك جبريل في المنام ورؤى الأنبياء حق وصدق عليهم السلام لما رأى في المنام أن يزبح ولده كما في سورة الصفات فلما بلغوا معه الساعي قال يا بنيا إني أرى في المنام أني أزبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين هنا خلي بال جنابك هو شرع ينفذ قدرا يوم التاسع أو العاشر بسواء غالبا العاشر لو يوم العيد يوم ثمانية تروى يعني لم يبادر بأخذ الميديا أو السكين وينفذ الرؤية فتروى في يوم ما يوافق ثمانية منزل حج معايا فهمت أنا كده يوم تروى من التروية ومن التفاسير قالوا أن قريش كانت تعد سقي الماء يوم الثامن منزل حجة لتتفرغ إلى باقي المناسك مع وفود الناس يوم التاسع والعاشر منزل حج حلو على كل حال يوم التروية الثامن منزل حجة يوم مبارك طبعا لما نأتي إلى الفضيلة السابعة في يوم عرفة يوم عرفة يهبط ربنا إلى السماء الدنيا الحديث في التبراني بس أنبه ليس الهبوط الحسي كما عند بعض الاتجاهات المجسمة والمجسدة لله عز وجل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فالله لا يحده مكان ولا يغيره زمان ولا يلحقه نقصان نقول الله أكبر أكبر من كل هذه التصورات على كل حال يهبط ربنا إلى السماء الدنيا هبوطا يطف وذاته المقدسة فيباهي بأهل الموقف في عرفات يقول لملائكته يا ملائكتي هؤلاء عبادي جاءوني شعسا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي يا ملائكتي اشهدوا لو أن زنوبهم ققطر المطر أو كحب الرمل أو كزبد البحر اللي هو الريم اللي بيكون على سطح أمان لغفرتها لهم وفي رواية ولمن يشفعون لهم أفيدوا مغفورا لكم دا يوم عرفة الفضيلة الثامنة أن بعد النفرة من عرفة بنتجه إلى المزدلفة وقال أهل العلم ليلة جمع وهي المزدلفة إلا يكون صبحتها العيد إن شاء الله عز وجل الفضيلة التاسعة أن هذا العشر فيه معظم مناسك الحج معظم سواء كان الحج مفرد يعني نوى الحج فقط أو كان قارنا يعني نوى الحج والعمر أو العمرة والحج وهيعمل نسك واحد يغني سواء طواف أو سعي أو كان متمتعا يعني عمل عمر ثم تحلل ثم نوى الحج مثلا يوم ثمانية وهكذا فعلى كل حال إن هذا العشر طبعا بيرتبط بمناسك الحج نختم بالفضيلة العاشرة يبقى فضاء العشر في ليالي العشر إن يوم العيد عيد الأطحى المبارك فيه الأضحية اللي هي العلم علم الملة الإبراهيمية سليم والشريعة الإسلامية بس نقول الملة الإبراهيمية في من قبلنا الآن لا توجد ملة إبراهيمية حتى لا يفهم أحد غلط إحنا الآن شريعة إسلامية طبعا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها حتى لا يتجر أحد بكلمة الملة الإبراهيمية يقولوا بقى ده مولانا بيدعو لا إحنا بعيد عن القصة دي خالص لا 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 خالص نحن بعيد عنها خالص الملة الإبراهيمية نحن مسلمون إن الدين عند الله الإسلام هو سماكم المسلمين لا شأن لنا إلا غيرنا بنحترم شرعه طبعا يعني إحنا مسلمون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها شريعة النبي محمد التي أوحاها الله إليه سبحانه وتعالى ونحترم غيرنا بدون أن نتدخل أو أن نزوب مع غيرنا لأن ربنا قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة اليهود لهم شرعه كل حد لي شرعه واليهود لهم شرعه وكان زمان ملة إبراهيم كان له شرعه وهكذا كل نبي ورسول كان له شرعه والحمد لله لحن لنا شرعنا إلا أن ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها إذن ليالي عشر فيها فضاء العشر نقدر نقول هدايا وعطايا وتحايا خلاصة العام في هذا العشر المبارك أهلا وعطايا